بعد أزمة مستمرة وتكهنات كثيرة أنهى محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيد السوداني أنهى حالة الصمت الطويل معللا لأول مرة تأييده لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي اعلنها في الرابع من تموز الحالي بانسحاب المكون العسكري من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية للاتفاق على تكوين الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية قرارات البرهان التي أفصح عنها على نحو المفاجئ أثناء وجود حميدتي في دارفور أثارت وقتئذ كثيرا من التأويلات بأن حميدتي ليس راضيا عن وقف المفاوضات التي كانت قد بدأت برعاية سعودية أمريكية واتساقا مع خطاب البرهان مضى حميدتي مؤكدا أن السلطة لن تنقل للمدنيين إلا بعد توافق واسع بين جميع المكونات وحث قائد الدعم السريع من سماها قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالية ومن وجهة نظري مراقبين فأن كل من البرهان وحميدتي على قناعة بأن الخلافات العاصفة بين المكونات السياسية تصعب الاتفاق على حد أدنى من الثوابت فضلا عن التوافق حول حكومة مدنية بهياكل متكاملة بما يعني السمرار العسكر في السلطة وقتا طويل وما بين متفائل ومتشائن فأنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على انطلاق حوار بين المكونات المدنية باستثناء ما علنته الآلية الثلاثية وهي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا ما علنته هذا الشهر من عزمها السيناف المشاورات بين الأطراف السودانية من دون أن تحدد موعدا قاطعا للخطوة لكنها تمثل ملامح مرحلة جديدة بدأت تتشكل في السودان تشيب انفراجة محتملة في الأزمة السياسية